بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم تلميذ العزاء في هذا الفيديو مع حل واجب نهاية الأسبوع الثالث ومع التمرين 5 صفحة 142 من الكتاب المدرسي وأوصي بحل تمرين الكتاب المدرسي لأنها مهمة جدا نقرأ التمرين يقول إلياس أستطيع إنشاء مثلث محيطه 18 سنتيمتر وطول أحد أضلائه 10 سنتيمتر هل أنت موافق برر إجابتك إذن لإنشاء مثلث يجب أن تتحقق المتباينة المثلثية ويكفي أن نأخذ أكبر طول فنجده أصغر من مجموعي الطولين الآخرين وفي هذا التمرين لدينا المحيط وهو 18 سنتيمتر أي أن المحيط يساوي 18 سنتيمتر كذلك لدينا أحد أضلع هذا المثلث يساوي 10 سنتيمتر معناتها طول أحد الأضلع هو 10 سنتيمتر إذن يتبقى لي الطولين الآخرين أي لدينا المحيط 18 ناقص أحد الأضلع فنجد مجموع الطولين الآخرين أي يصبح لدينا 8 و8 هو مجموع طولي الضلعين الآخرين والمتباينة المثلثية تقول دائما عند أخذ أحد الأضلع فإننا نجده أصغر دائما من مجموعي الضلعين الآخرين ونكتفي بالضلع الكبير نلاحظ أن الضلع الكبير طوله 10 سنتيمتر يصبح لدينا 10 أكبر من مجموع طولي الضلعين الآخرين وأنا من المفروض نجد أن هذا الضلع يكون أصغر من مجموع الضلعين الآخرين إذن في هذه الحالة أنا لا أوافق إلياس أكتب لا أوافق إلياس لأن المتباينة المثلثية غير محققة بكل بسطة والآن ننتقل إلى حل التمرين الثامن صفحة 142 من الكتاب المدرسي نقرأ التمرين في الشكل المرفق ABCD مربع وBO يساوي CF أثبت أن AO يساوي BF وأن المستقيم AO يعامل المستقيم BF نعلم أن جميع أضلع الأضلع المربع متساوية كذلك نعلم أن أقياس زوايا المربع قائمة إذن نبدأ بأول سؤال أثبت أن AO يساوي BF إثبات أن AO يساوي BF نتمعا جيدا في الرسم لدينا الضلع AO لدينا الضلع BF إذن لإثبات أنهما متساوية نتمعا جيدا في الرسم نلاحظ أنه لدينا ABO هو مثلث وكذلك لدينا BFC مثلث وكلا الضلعان ينتميان إلى المثلث إذن يجب أن نثبت أن هذين المثلثين متقايسين حتى نثبت أن طول الضلعين متساوية إذن نكتب لدينا من المثلثين A, B, E و B, C, F لدينا طول الضلع AB يساوي طول الضلع BC خصائص المربع أن الأضلع كلها متقايسة كذلك لدينا طول بأ يساوي الطول CF وهذا من المعطيات كذلك نحاول إيجاد ظلع وتكون الحالة الثالثة لتقايس المثلثات إذن نلاحظ جيدا في الرسم لدينا هذا الضلع وهذا الضلع يحصراني زاوية قائمة كذلك لدينا هذا الضلع AB الذي يساوي BC وهناك ملاحظة حذارم التشفير يعني التشفير الذي وضعته قبل قليل خاطئ معنى هذا الضلع لا يساوي هذا الضلع الصغير إذن التشفير يكون هكذا لدينا هنا خطاء وهنا خطاء معناة AB يساوي BC وBU خط يساوي CF حذاري قلنا أن BC و CF يحصراني الزاوية في مثلث BFC كذلك نلاحظ أن AB و BU يحصراني أيضا هذه الزاوية وهي الزاوية قائمة أي في هذه الحالة فإن الضلعان في كل مثلث يحصراني نفس قائس الزاوية أي سيكون لدينا AB يساوي BCF معناتها من الخصائص المربع أيضا الخصائص المربع أن له زاوية قائمة إذن حققت الشروط الثلاثة وهي الشروط الخاصة بالحالة الثانية أي أكتب حسب الحالة الثانية فإن المثلثين A, B, U و B, C, F متقايسين وفي هذه الحالة فإن B, F وظلع من المثلث B, C, F وظلع AO هو من المثلث A, B, O والمثلثين متقايسة ومنه فإن AO يساوي B, F أكتب ومنه AO يساوي B, F وأكتب بين قوسين تقايس المثلثين إذن هذا فيما يخص إثبات أن الطولين متساويين واستعملنا تقايس المثلثين النفس الشيء سنستعمله فيما يخص تعامد AO و B, F أكتب إثبات أن المستقيم AO يعامد المستقيم B, F وهو قصده هذين المستقيمين يكونان متعامدين نحاول استعمال تقايس المثلثين كيف ذلك؟ نلاحظ أن الزاوية هذه الصغيرة E, B, F تساوي الزاوية B, A, E كيف ذلك؟ عن طريق تقايس المثلثين أكتب بما أن المثلثين المثلثين A, B, E, W B, C, F متقايسين فإن فإن ماذا؟ فإن الزاوية B, A, E B, A, E تساوي الزاوية C, B, F C, B, F قصد هذه الزاوية وهذه الزاوية متقايسين على حسب تقايس المثلثين كذلك لدي هذه الزاوية تساوي الزاوية هذه في المثلث الأخر أي رح يكون لدي A, E, B الزاوية تساوي الزاوية B, F, C B, F, C إذن إذا كانت هاتين الزاويتين متقايستين وهاتين الزاويتين متقايستين فإن هاتين الزاويتين تنتميان للمثلث الصغير هذا المثلث الصغير دعونا نسميه B, D, E B, D, E هذا المثلث الصغير B, D, E لديه نفس قايسي الزاويتين بالنسبة للمثلثين الآخرين إذن ماذا تبقى لهنا؟ تبقت لي فقط الزاوية القائمة إذن الزاوية القائمة هنا وهنا وأيضا في المثلث الصغير إذن أعيد لدينا هذا المثلث الصغير وهو الذي يعبر عن ماذا؟ عن تقاطع حاملي هذين الزلعين A, O و B, F واكتشفنا أن هذه الزاوية في المثلث الصغير هي تابعة للمثلث B, C, F وهاته التي باللون الأحمر هي تابعة للمثلث A, B, E وهي أيضا تابعة للمثلث الصغير إذن ماذا يتبقى لهنا؟ يتبقى لفقط التعامد ماذا أكتب في هذه الحالة؟ أكتب ومنه A, B, E تساوي ماذا؟ تساوي B, C, F B, C, F هذا الزوج في المثلثين A, B, E و B, C, E وقيسهما تسعون درجة كذلك في المثلث الصغير والذي سمينا إحدى رؤوسه B, D فإنه يساوي أيضا تسعون درجة أي رحيكون B, D, E كذلك يساوي التسعين درجة إذن إذا كانت هذه الزاوية هي تسعون درجة فإن المستقيمين A, O, B, F هما متعامدين أكتب ومنه A, O يعامد B, F بالمختصر في هذه الحالة هو استخدمنا تقايس ثلث مثلثات وهكذا نكون قد انتهينا من حل هذا التمرين ننتقل الآن إلى حل التمرين 33 صفحة 146 من الكتاب المدرسي نقرأ التمرين أولا أنشئ مثلثا U, D, S قائما في D حيث الطول D, S يساوي ثلاثة سنتيمتر والزاوية D, O, S التي رأسها U تساوي ثلاثون درجة سؤال الثاني أنشئ S فتحة نظيرة النقطة S بالنسبة إلى المستقيم U, D إذن هنا التناظر هو تناظر محواري لأنه تناظر بالنسبة إلى مستقيم سؤال الثالث ما طبيعة المثلث U, S, S فتحة برر إجابتك نبدأ أول شيء برسم الزاوية D, O, S والتي قيسها ثلاثون درجة ورأسها U الرأس هو الوسط إذن نأتي بالمسترع أولا نعين طولا كيفيا لأنه لا يوجد عندي طول أسمي U هنا كذلك أسمي الطرف الآخر D تبقى لي إنشاء الزاوية باستعمال المقلة أأتي بالمقلة أضع منتصف المقلة على الرأس U ضروري أن تضع الخط الخاص بالمقلة مع القطعة U D كذلك هل نحن نريد إنشاء الشكل على اليمين أم على اليسار إذن نريد إنشاؤه على اليمين أي سنبدأ بالصفر الذي على اليمين يجب بداية بالصفر ثم أحسب ثلاثون درجة أي صفر عشر عشرون ثلاثون هنا ثلاثون درجة أعين نقطة بعد ذلك أأتي بالمسترع وأصل بين U والنقطة التي قمت برسمها إذن سأصل بين U والنقطة التي قمت برسمها إذن هكذا سيكون لدينا الزاوية ثلاثون درجة لا أنستشفير دائما ثلاثون درجة لكن لا يجب وضع S لماذا؟ حتى ننشئ مثلثا قائما حتى ننشئ مثلثا قائما سنحتاج في هذه الحالة إلى الكوس نضع الكوس عند D لماذا عند D لأن الزاوية القائمة هي D بكل بساطة أضع هنا يجب وضع قاعدة الكوس مع D وأنشئ زاوية قائمة هكذا أكتب هنا S وأقوم وأقوم بإزالة الزوائد أقوم بإزالة الزوائد هكذا بعدها ننتقل إلى السؤال الثاني أنشئ النقطة S فتحة نضيرة S بالنسبة إلى المستقيم O D أين هو المستقيم O D هو حامل القطعة O D ركز معي هذا المستقيم يمر على O D أي حامل القطعة O D هذا هو المستقيم هذا لاحظ معي هذه القطعة O D أو ظلع O D هذا الحامل هو مستقيم يمر على النقطتين O D أو يمر على القطعة هذا الذي سنقوم بالاعتماد عليه لإنشاء نظير ونعلم أن النقطة ونظيرتها تكونان على استقامة واحدة مع أن S ستكون على استقامة مع S فتح وتبعد بنفس المسافة عن المستقيم لاحظ معي نستعمل المدور أي نحسب المسافة بين S و D ثم نذهب إلى أين تتواجد النقطة D ونقوم في هذه الحالة بتعيين قوس هكذا جيد نستعين الآن بالمستغراء نقوم بالتمديد فقط نقوم بالتمديد فقط أي سنقوم بالتمديد هكذا ونتوقف عند القوس فتصبح لدي هنا النقطة S فتحة نظيرة S بالنسبة إلى المستقيم أي رح تكون نفس المسافة وأيضا لا ننسى شيء آخر التناظر بالنسبة إلى المستقيم هو التناظر المحوري أي يجب أن تكون هنا زاوية قائمة بين المستقيم ونشكل بين S و S فتحة ومحور التناظر يجب أن يكون هناك تعامد والمحور ينصف S فتحة بعد ذلك ما طبيعة المثلث S فتحة أي هذا المثلث ركز معي هذا المثلث ما طبيعته الأمر بسيط كل ما علينا هو استعمال إحدى حالات تقايس المثلثين ما هم المثلثين في هذه الحالة لدينا المثلث القائم ODS والمثلث القائم الآخر ODS فتحة نكتب ثالثا طبيعة المثلث ODS فتحة نكتب من المثلثين ODS و ODS فتحة لدينا ماذا لدينا 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 ODS غلاء مشترك غلاء مشترك كذلك لدينا DS هذا تساوي DS فتحة بالتناظر المحوري جيد بما أننا وجدنا أنهم يشتركان في ذلعين واحد معناة هذا الظلع يكونوا متقايسين فيه كذلك وجدنا أيضا ذلعان متقايسان بالتناظر المحوري فإن المثلثين ODS و ODS فتحة ماذا متقايسين ومنه فإن المثلثين EDS و EDS فتحة متقايسين لماذا متقايسين؟ حسب الحالة الخاصة لتقايس مثلثين قائمين في حالة تقايس مثلثين قائمين نكتفي فقط بذلعان متقايسان أو ظلع وزاوية حادة أنا لدي هذا الظلع وهذا الظلع متقايسين ويشتركان في ظلع واحد ويمكن أيضا الاعتماد على الحالة الثانية كيف الحالة الثانية؟ نعلم أن المثلث قائم هنا 90 درجة وهنا 90 درجة أي أن ODS و ODS فتحة متقايسين معناتها نقدر نكتبها هنا ODS و ODS فتحة زاويتان متقايسة ومنه فإنه حسب الحالة الثانية فإن المثلثين متقايسين لكن ليس هذا هو هدف الحل ما هو هدف الحل؟ هدف الحل هو طبيعة المثلث ODS ونحن استعملنا تقايس المثلثين فقط لإثبات أن هذه الزاوية هي 30 درجة وبما أن 30 درجة وهذه 90 درجة وهذه 90 درجة فإن الزاوية ESD كم؟ 60 درجة وهذه 60 درجة إذن 60 وال60 وال60 ليس 30 هذه 30 زائد 30 مثلث كامل 60 درجة فالمثلث متقايس الأضلع أكتب ومنه لدينا الزاوية ESS فتحة تساوي 60 درجة هذه كذلك الزاوية ESS فتحة S تساوي 60 درجة أيضا الزاوية S E S فتحة S E S فتحة تساوي كم؟ تساوي 60 درجة لماذا؟ لأنه لدينا 30 زائد 30 تساوي 60 درجة ومنه فإن المثلث ESS فتحة متقايس الأضلع فقط هناك ملاحظة لماذا هنا 60 درجة وهنا 60 درجة تبرير مجموع أقياس زوايا المثلث هذا هو التبرير كيف وجدنا 60 درجة كيف وجدنا هنا 60 درجة من مجموع أقياس زوايا المثلث كنت قد ذكرت ذلك سابقا معنات أنت عندك 30 90 كم؟ 120 مجموع أقياس زوايا المثلث كم؟ 180 180 نقص 120 كم؟ 60 درجة كذلك في المثلث الآخر لدينا 180 نقص 120 تساوي 60 درجة 60 درجة في المثلث الأول 60 درجة في المثلث الأول الثاني وهذين المثلثين هما مثلثان يشكلان المثلث كبير S S فتح مع أنت 60 كم؟ كم تبقى لي 60 معنات نفس الشيء سأضع 180 نقص 120 وتساوي 60 درجة ومنه فإن المثلث هو مثلث متقاييس الأضلع حذاري 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 عند الإجابة وخاصة في الهندسة يجب التبرير لماذا تساوي 60 درجة لماذا الظلعان متقاييسان إلى آخره يجب أن تبرر قدر ما استطعت وإلى هنا أكون قد انتهيت من حل واجب نهاية الأسبوع الثالث أترككم في رعاية الله وحفظه وشكرا على المتابعة